السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في العادة في كل برنامج الرجيم أنه يأخذ في الإفطار يغور طبيعي وفاكهة إلى آخر وفي مرحلة أنه الإنسان يتبع برنامج صحي أو رجيم يحسب الملل في ذلك الغداء ولهذا راني جبت لكم إفطار صحي متنوع ولذيذ الإفطار الأول اللي كما راكوا تشوفوا في الصورة متمثل في 30 غرام تعشوفان مع كوب حليب ساخن ومعه نصف ملعقة صغيرة قرفة أو رشد قرفة وثلاث حبات طمرة وموزة صغيرة أو نصف موزة كبيرة والطبق الثاني المتمثل في كوب ياورد طبيعي أو ياورد منسر ثلاث حبات فرولة وعشرين حبات موز وثلاثين غرام شوفان أما الطبق الثالث يتكون من 30 غرام شوفان ثلاث حبات طم كوب حليب خالي من الدسون وعشرين غرام تعال الرمان وهكذا اللي يعمل الرجيم ما يحش بالمالل وما يحش بالحرمان يحس ديما بالتنوع الغذائي والنتيجة ما يفسش ويواصل في الرجيم انتاعه والاستمرار في التخلص من الدهون الزائدة والوصول للوزن المثالي بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر